معنا في الاستوديو النائب بأيمن عودي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير صباح الخير سيد عودي وبداية وقبل كل شيء رمضان كريم رمضان كريم يعطيك العافية عفاف ودريد وجميع الأهل المشاهدين صباح الخير صباح النور لإلك 65 عضو كنيسة توقعوا على العريضة وهي تطالب رئيس الحكومة بوضع خطة شمولية لمعالجة أفة العنف المستشرية ما تتضمن ما تتخلل هذه العريضة هناك بعدان لمكافحة العنف هناك بعد داخلي أنا أعطيه شيء أولا لنفرق بين العنف والجريمة والقتل يعني العنف ممكن يكون ابن صف أول بشتم ابن صف أول ممكن يكون معاملة غير جيدة بالشارع هذا عنف ممكن يكون صراخ هذا أيضا عنف الموضوع المقلق جدا بالنسبة لجماهيرنا اليوم هي حتى مش الجريمة بقدر القتل القتل هو الموضوع رقم واحد الذي يزعج الناس والذي يجب محاربته مباشرة بالإضافة إلى المحاربة الاستراتيجية لكل أنواع العنف وهنا أيضا أريد أن أفرق بين بعدين بعد مجتمعي وبعد دور السلطة الحاكمة الدور المجتمعي يوجد خط رابط بين كل ما قلتوه الآن من القتل من نسبة العرب بحوادث الطرق من نسبة العرب بحوادث البناء نحن مجتمع الذي قيمت الإنسان عنده بحاجة أن ترتفع هذا أمر داخلي لدى مجتمعنا وبحاجة إلى تثقيف لمدة طويلة الأمر الآخر يوجد بعد من ثقافتنا وثقافتنا العميقة أيضا بها عنف يعني إذا ولد أبو إيش بيحكي لابنه ما تكسر راسه ما تخلوه ما تسكتلوش يعني هذا جزء من ثقافة عنف اللي نسميه فراق عنف مع الوقت تصبح جرائم عنف هذا الفراق تولد مع الوقت حالة جرائم هذه المرة كنت بدي أعلم ابني نوع من الشعير فعن بقراله بمعلقة عمرو المكلثوم شربنا إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين عم بعلم ابني ويقول أنا إيش عم بعلم ابني هذه ثقافي عنيفة هذه ثقافي عنيفة أيضا يعني الموضوع هو عدة أبعاد ولكن أنا أريد أن أتمركز بالشيء الذي ممكن أن ينقذ 70% من الحالات وبعد ذلك لدينا مدى طويل من أجل التخلص من باقي الحالات على فكرة لا يمكن الانتهاء كلية من العنف نحن ليس بمدينة أفلاطون ولا بوضع يعني يعني مثل كان في طموح اشتراكي بالعالم أنه بدون فوارق طبقية ومجتنة نحن ليس باقي الحالة موجودين لهذا سيبقى ولكن على الأقل أولا كل إنسان هو عالم بأسره ولكن على الأقل أن نكون مثل النسبة العالمية مثلا أوروبا من قتله لكل مليون عشرة على فكرة بالضفة لكل مليون تسعة من قتله أقل من أوروبا بالضفة الغربية حضرتك ذكرت هذا الموضوع في لقاءات سابقا نعم بغزة لكل مليون إحداش يعني بحكي عن اقتتال داخلي بالأردن لكل مليون عشرة وكلنا فلسطينيين ليش ببلادنا هون في عدة أسباب منها أنه انضربت الأصالي ولم تبنى الحداثي ما معنى الحداثي معنى الدولة المواطنين معنى فيه سند لا إلك شو المقصود بالحالة الأولية أنه فيه العائلة والمختار وعصى المختار واللي بحكيه الكل برد عليه هذا ورانا ولكن بالمقابل لم نربح الدولي لم نربح الحداثي يعني احنا عايشين في الساعة الخلفية لإسرائيل يعني أنا واثق أنه وزير الأمن الداخل لما بتصلوله وبيقولوله فيه قتل عند العرب بشعر بأنه أخف على قلبه لأنه عرب اللي قتل فغياب الدولي هذا أمر أساسي وغياب الشرطة وغيرهم الأمور أنا أريد أقول لكم أنه يعني الشرطة إذا أرادت فهي قادرة يعني كل طفل عربي بعرف أنه لو القتيل بالناصر توفيق ظهر أو القتيل بطمرة وسام أو القتيل بباق الغربي أحمد لو كان يهوديا لو وجدوا القاتل خلال الساعات كل عربي بعرف كل عربي بعرف أنه بعرفوا عصابات الإجرام مين هي شو أسمائها مين بطلب خاوة مين بدقود السوق السوداء كل هذه الأمور هو أسمه تشفيف منابع أعصابات الإجرام الدولة قادرة إذا أرادت ذلك هذا التوقيع العريضة وقع عليها 65 عضو كناسات وعلى فكرة خلال أكم يوم رح وصلت 73 أو 74 عضو كناسات هذه نسبة كبيرة جدا 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 وبعد ذلك يجب أن يكون لقاء مع رئيس الحكومة ومعركة من أجل مشروع شمولي لمكافحة الجريمة ولكن أي حوار لا يرافقه نضال لا يعول عليه أي حوار لا يرافقه نضال لا يعول عليه لهذا هناك خطوات من قبل لجهة المتابعة وستكون خطوات إضافية سنعمل كل شيء هذه هي القضية رقم واحد بنسبة لنا اليوم سيد عودي السؤال لحضرتك بدون أدنى شك نحن نعرف أنه فيه تقاعص من جهاز الشرطة فيه لا مبالاة من تجاه الحكومي أو وزير الأمن الداخلي ولكن اليوم صوت الشارع يطلب من القيادي وكأنه أدوات عملية نحترم لجنة مكافحة العنف التي أقيمت في الناصرة ولجنة المتابعة والقطرية وأيضا كل ما تفعلون كقيادي هل صار فيه حديث أو صار فيه خطة فيها أدوات لم تستعمل قبل من قبلنا كل ما يحدث الآن يجب أن تكون توطيقات مقدمات لنضال كبير جدا ستحدث عنه وأيضا في ظل رمضان لا يمكن أن نخرج مئات الألاف إلى الشوارع وأن تغلق الشوارع والآخر ولكن مظاهرات أمام مراكز الشرطة المسيرات والخيام الموجودة كل هذه الأمور توطيقات من أجل رفع الجاهزية الشعبية ولكن برأيي مباشرة بعد عيد الفطر يجب أن ننتقل لمرحلة بها نضال غير مسبوك ماذا أقصل بالنضال غير مسبوك؟ إذا حدا بيقول لي تعالي نسكر شوارع بقضية اللي فيها رفع أعلام فلسطين وأجواء مشحونة وطنيا أحد الاعتبارات اللي بفكر فيها هو موضوع رد فعل السلطة وحياة شبابنا هذا اعتبار بفكر فيه ولكن لما فيه موضوع عليه إجماع كامل عند العرب وعند 95% من اليهود تصور أنه أنا بحكي باللغة العبرية بمظاهرة ضد القتل ضد قتل النساء ضد عصابات الإجرام ضد وجود السلاح ضد العنف يعني فيه 90% من اليهود بيحكوا والله هذا موضوع ممتازي وإحنا مأيدينا موضوع اللي فيه إجماع شامل عند العرب وشبه إجماع عند اليهود عمق النضال حتى النهاية يعني اغلق شوارع رئيسية يعني لازم نروح إحنا بألاف كبيري ونقعد بشارع عائل إسرائيل الأهم شارع بإسرائيل نغلق الشارع كليا مع صور القتلى مع أمهات القتلى يجوا حملين صور أبنائهم يقعدوا على الأرض نعمل معركة شعبية للدولة ضج الدولة تشعر أنه بطلت تقدر تعيش مع هذا الوضع صارت تخسر جراء هذا الوضع أمور كهذه يجب أن نقوم بها مباشرة بعد عيد الفطر نجهز شعبنا من أجل نضالات غير مسبوقة وجوزوا منها إضراب عن الطعام طويل المدى أمام مكتب رئيس الحكومي يجب أن نقود نضالات غير مسبوقة حتى ننتصر على العنف والجريمة داخل مجتمعنا يعني ممكن يتم النضال بدون تدخل الشرطة أم نحن بحاجة للشرطة التي تأخذ أمر مباشر من الحكومة الإسرائيلية الشرطة ستقمعنا ولكن بالضبط أسهل على الشرطة أن تقمعنا لما تروح على قضايا وطنية كلاسكية قضايا اجتماعية كهذه لكن الخلفية القومية موجودة طبعا لأن الخلفية هي عنصرية ولكن مطلبنا هو مطلب يعني في صلبه اجتماعي له أبعاد وطنية ولكن في صلبه مطلب اجتماعي ضد العنف والجريمة داخل مجتمعنا وناس رفعين صور أبناء القتلى وأمات بتقول أنا بدي أعرف من لقتل ابني أنا بدي أعرف من لقتل ابني بدل ما الشرطة تلاقي من لقتل ابنها الشرطة تعتد عليها هذا أمر محرج للشرطة محرج جدا محرج لكل المؤسسي لهذا نحن يجب أن نخوض هذا النضال بكل قوة وبشكل غير مسبوخ وبه إغلاق شوارع مركزية ومنع عابر إسرائيل يعني باختصار شديد يجب أن تفهم المؤسسي أنه استمرار هذا الوضع يكلفها غاليا بمعادلة النضال أنت تبدأ تنتصر لما اللي قبالك يبدأ يخسر نتيجة لما تقوم به سعيتها ببحث عن معادلة ولكن الحوار والأخلاق وباسم المواطني وما هنا عنصري ينتجان يجب أن نقوم يعني حوار دون نضال لا يعول على وجربنا في السابق كثير نعم نعم لهذا يجب أن يستمر الحوار ولكن يجب أن يرفض بنضال شعبي مكلف للمؤسس في حالة لم تحل المشكلة بدون شك سيد عودي أترك مع حضرتك لبعض التفاصيل الهامي ولنذكر شريحة الشباب شبان في مجتمعنا يوم الأحد تحدثنا بموضوع المرحوم القتيل من طمرة واستأنى جدا لما شفنا هذا الفيديو المروع بأبسط التعبير في حديث لنا مع نائب رئيس البلدية ذكر بأنه هناك في بلداتنا العربية وهذا أمر واقع وكأنه لساعات الليلة المتأخرة تجمهر شباب بحالة فراغ وهذا يولد العنف كيف اليوم كنائب في الكنيسة كجزء من قيادتنا ممكن أن نخلق أطر للشباب ونأخذ موديل ونموذج عالمي اللي يحدث في دول أخرى وفي بلدات أخرى اللي بيحد بطريقة منطقية وببلادنا أيضا يعني كوكا والهيجة يعني أكيد نشرف نفرد منع تجول للشباب ما هي الأطر اللي ممكن نخلقها لحتى نمنع حالة الفراغ على فكرة احنا بالدورة السابقة اشتغلنا بقوة من أجل ميزانيات للتعليم غير المنهجي ولأوقات الفراغ وتحققت ميزانيات يعني ضعفت بأربع مرات بهذا المجال يعني كان مجال ممتاز واللي بتحكيه صحيح يعني مثلا كوكا والهيجة وعيل أبون عندنا فرق رياضية رائعة يعني فكرة كوكا يعني هاي بلد نموذجي 75% من الناس رياضيين بأنواع رياضي مختلفة سمعتوا عن حالة قتل في كوكا بالعشرين ثلاثين سنة الأخيرة أبدا أيضا ما سمعناش بالجيش ولكن أنا أريد أن أقول لكم وين إحنا وصلنا اليوم إحنا وصلنا اليوم بوضع يتجاوز كل هذا يعني عصابات الإجرام المنظم اتجاوزت كل ما نقوله عن برامج غير منهجية وعن إلهاء الناس والرياضة وإحنا موجودين بمرحلة ثانية يعني هذا الكلام صحيح 100% قبل 15 سنة لما موصلناش إلى عصابات الإجرام المنظم اللي هي عمليا تعتاش على هذا الموضوع بتجمع ملايين يعني على المستوى كل سنة ملايين إضافية لجبتها وعندها جنود في كل مكان ومكان يعني إحنا اللي عم تحكيه هو لحالة طبيعية ولكن نحن تجاوزنا هذه الحالة يعني فيه عندنا ببلادنا عصابات إجرام هذا مش الجواب لإلها وهذه عصابات الإجرام مش بس مسؤولة عن شيء مثل 50% من حفاظ الطرق وإنما أنشأت مناخ يسهل القتل في مجتمعتنا أنا أريد أعطيك مثال هذه السنة 2018 الجليل فيه 800 ألف عربي بالجليل انقتل 8 أشخاص في سنة 2018 على فكرة نفس النسبة لبوروبا وكما قلت كل إنسان وعالم بأسره ولكن نفس النسبة لبوروبا من أم الفحم حتى الرملي فيه 430 ألف من قتل 62 واحد أعلى نسب بالعالم طيب ليش هيك من أم الفحم لحدية الرملي ليه مش هيك بالضفة ليه مش هيك بالغزة ليه مش هيك بالأردن ليه مش هيك بالجليل ليه مش هيك بالنقب لأنه بالأساس عصابات الإجرام المنظم موجودة بالأساس من أم الفحم حتى الرملي بالأساس 8% منها يعني موضوع عصابات الإجرام المنظم هذا مفروض أن يكون عنوان مركزي الآن إذا إحنا الأحزاب السياسية منقرر أن نواجهها وجه لوجه يعني نتهمها أنه أنت يا فلان وانت يا علان ونروح نقاتله بأيدينا بصير مش 70 قتيل بالسنة بصير 700 قتيل بالسنة إذا إحنا منقرر ندخل على البيوت عنوة لأنه منشك أنه هنا في فرد بالخزاني بصير 700 قتيل ومش 70 قتيل بالسنة ولما سير فيه 700 قتيل الآدمي ببطل آدمي يعني بنقتل أخو واحد بكز عسنانه وبيضله آدمي إذا بنقتل أخوه الثاني الآدمي ببطل آدمي أصلا ببطل مجتمع ببطل فيه نسيج اجتماعي لهذا نحن عندما نقول السرطة فنحن نعرف تماما ماذا نقول أنه هي العنوان هل هي إلى حالها يجب أن يكون قرار رسمي قرار حكومي وهذا ما نعبد به أيضا هذه العريضة يعني تحمل هذه الروح ولكن كل شيء بدون نضال حقيقي لن يلزم المؤسس بكل تأكيد السؤال هو شوي صريح بعد إذنك اللي بجري على المواطن العربي هو بجري نفسه على النائب في البرلمان الإسرائيلي بمعنى كبت وكم الأفواه وإذا بدنا نفكر شوي صغيري شطرانج إذا ما زبطت معنا العريضة إذا ما زبطت هذا التصعيد وهذه التظاهرات وهذه الوقفة اللي بصوت واحد إيش ممكن يكون فيه أبعد من هيك أنه يصير خططنا أنا أقول لك عندما أشير مثلا لماذا شرط لعب إسرائيل أو شارع واحد يعني وقف الحياة في إسرائيل صحيح يعني وقف الحياة يعني هذا الشرطيان الحياة الأساسي بالعمل أنا أقول لك أنه إحنا يجب أن نكون جاهزين لتضحية حقيقية اللي ممكن يكون فيها مواجهة هنا وهناك ولكن هدفنا بها أن المؤسس قلنا يا عمي تعالوا نقعد وإحنا مستعدين برنامج زمني والأخير وأي خططنا وتسألنا كان إحنا موفقين على الخطط كان لدينا ملاحظات والأخير إحنا يجب أن نكون جاهزين لتضحية كبيرة وأنا برأيي الجاهزية لدى شعبنا تتصاعد بقوة وشعبنا سيكون جاهزا إذا بيسمعو مقابلتنا ويحضروها الآن أو بعد ذلك ممكن يستبقوا الأحداث ويعطوا المنال والمراد اللي إحنا منطالب فيه أنا برأيي سيعمل على إدارة القضية سيعملون على إدارة الموضوع وليس حل الموضوع إدارة الموضوع كيف يديرونه أنه تعال نتحايله تعال ندعيب تلفون كله عم نفكر أنا برأيي كل هذه الأمور هي توطيئات مهمة ولكن دون نضال جذري لن يكون هناك تغيير جذري سيد عودي محورين مهمين برأيي هن مش المسببات الأولى والأساسية ولكن بدون أن شك بأثروا على تأجيج الوضع الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي وربما هو محرك لعصابات الإجرام لتصطاد أشخاص معينة وتزجها في هذه الخاني وأيضا الحالي السياسي وعلى ذكر أشكال العنف التي حضرتك افتتحت فيها في بداية اللقاء أيضا ما يجري في الكنيسة ومن على منابر الكنيسة وبالتالي أيضا ينتقل إلى المجتمع بكافة أطيافه كيف يؤثر هذا على موضوع العنف المستشري في مجتمعنا أنا بالبداية تحدثت عن المدينة الفاضلة وما طمح إليه الاشتراكيون في العالم من أجل أن أجيب جزئيا على هذا السؤال هناك أمور لا تستطيع أن تحليها بالنسبة 100% يعني مرة ربع البشرية قتلت لما صار الصراع بين ابني آدم وحواك قتل واحد من الأربعة فأريد أن أقول أنه في أمور عالمية ولكن أمور خاصة بالجمهور العربي الأمور الخاصة بالجمهور العربي هي لازم بالدرجة الثانية تأكيد عليها وبعد ذلك الأمور العالمية والكونية ماذا أقصد؟ أقصد سيادة التمييز القومي مثلا أنظر إلى قرانا ومدننا إحنا أصبحنا نعيش بقرى بطون لأخسرنا القرية ولم نربح المدينة كل قرانا بطون على بطون على بطون أنت حطي أكامبسي في زاوية وشوفي كيف البس بصير مثل الأسد بتصير أظافرها القد طويلة وبالديوك للواحد فإحنا حالة الازدحام بقرانا حالة الكثافة السكانية قرى بطون وحالة المعركة على كل ربع دونم أرض في داخل بلادنا على فكرة هي من أسباب الجريمة المركزية في بعض القرى والمدن موضوع الأراضي وتقسير والمسطح تمام لهذا كل ما تقولونه هذا على مستوى السياسة التمييز القومي يعني أنا برأيي أنه إحنا يعني لازم نحكي أنه القتل الآن هو القضية المركزية الشرطة باستطاعتها الانتصار بنسبة 70% تبقى 30% جزء منها بما قلت أنت هذه معركة أكثر طويلة المدى ولكن نحن لا نريد أن ننتظر سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة حتى ننتصر على خمسين وستين بلبي من الجريمة إحنا بدنا معركة شام لتقود الشرطة من أجل ننتصر على خمسين ستين سبعين بلبي خلال سنة ونصف سنتين أن ننجح بهذا الموضوع ونبقى نعالج كل هذه القضايا من أجل أن نستقص الجريمة داخل المجتمع هذه الحياة كله مشبوك ببعضه بدون أدنى شك ماذا عن المدارس عن وزارة الثقافة إدراج برامج ليست لا منهجية هي منهجية لحد من العنف لننمو معا من الصغر هذا الموضوع نشرح له أيضا بمنهجية إحنا كان لدينا لقاء مع أفو آف الذي هو مدير عام وزارة التعليم والسيد عبدالله خطيب الذي هو المسؤول عن التعليم العربي كان لدينا لقاء أنا أعتبره لقاء جيد وتقرر به رصد ميزانية بهذا الاتجاه هذا الأمر سنعمل عليه منهجية ولكن أنا أريد أن أقول لك لماذا أنا أقفز عن هذه الأمور لأن هذا الموضوع يجب أن نعمل عليه بكل جدية ومنهجية استراتيجية ولكن سيأخذ معنا عدة سنوات من أجل أن نرى ثماره وهذا مهم جدا ممنوع التقليل منه شعبنا بطلب جواب للقتل خلال نص سنة سنة ونص ننتصر على القتل لهذا أنا أتحدث أنا أتحدث وأعود إلى موضوع القتل وأقول هذه هي القضية الحارقة التي بدأت ننتصر عليها نعم طبعا وضمن هذا الجدول الزمني هذا أيضا تفصيل جدا مهم في نهاية اللقاء رح نعطيك مجال أستاذ أيمن توجه تحية ومعايدي لأبناء شعبنا وأيضا مقولي في هذا الموضوع ولكن مهم نستغل وجودك معنا للحديث أكثر عن الجانب السياسي وكل موضوع تشكيل الحكومة ما هي السيناريوهات المتوقعة وأيضا بإذنك نتطرق لموضوع طلب محامين نتنياهو من المستشار القضاء للحكومة بالمماطلة نوعا ما وتأجيل جلسات الاستماع أولا ستتشكل حكومة لا يوجد حزب قائمة كتلة يمينية لديها الجرى أو حتى الموافقة المبدئية على إسقاط أكثر حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل لا يوجد يعني بالآخر ليبرمن عنده جمهور كله عايش أسقطت الحكومة على اساس هذا الموقع الصغير أسقطت أكثر حكومة يمينية بتريق إسرائيل يعني من روح انتخاباته بيخسر حتى كاحلون اللي إسم عند طب ما هو يعني عبر نسبة الحسن بشق النفس هل هو مساعد يروح انتخابات كمان شهرين اللي عبر نسبة الحسن بشق النفس الجواب هو لا ونتانياه عنده 55 عضو كنيسة قبل ما يوزع ثلاث وزارات الأمن الخارجية والمالية طب حدا عنده ثلاث وزارات الأهم وموجود معه 55 بيقدر الشكل حكومي طبعا بيقدر الشكل حكومي يعني ما يحدث هو شد وجذب حتى اللحظة الأخيرة من أجل أن تحصل الأحزاب على أكبر عدد من المواقع والمناصب وغيرها من الأمور هذا ما يحدث ولكن بالنهاي يعني بعد بسبوع ستكون في حكومة ستشكل الحكومة الآن بالنسبة للموضوع الحصانة واضح أن نتانياهو يعني أولا نتانياهو يعني يدمر الهامش الديمقراطي من عشر سنين نعم والأمر الأخطر على الإطلاق أن كل ما بنى نتانياهو من ست 2009 إلى 2019 يريد تطبيقه بهذه الدورة أي نتانياهو يريد إغلاق الملفات التاريخية بهذه الدورة شوية الملفات التاريخية واحد تصفية القضية الفلسطينية اثنين تصفية الهامش الديمقراطي في إسرائيل ثالثا نزع الشرعي كلية على المواطنين العرب هذه هي الملفات التاريخية لنتانياهو عم ببنى عليها صلى عشر سنين ووصلنا إلى تطبيقه بهذه الدورة ولدي ائتلاف جاهز لتطبيق هذه المشاريع التاريخية لهذا فالحكومة القادمة ليس شعارا هي الأخطر هذا ما قلناه قبل الانتخابات بس قبل الانتخابات يعني هناك جرح بالمصدقية لأنه يصير يقولوا عم تحكوا عشان انتخابات أو كنا نقول يا عم إذا منصوت ستين بالمئة رح يسقط لبرمان إذا منصوت أقل خمس ستين بالمئة نتانياهو مش رئيس حكومي على فكرة يعملوا حسابات هذا كلام صحيح يعني هذا مش كلام انتخابات هذا كلام علمي وصحيح ودقيق وأيضا عندما كنا نقول درء المفاسد أولى من جلب المنافع لأن الأخطر أن يستمر نتانياهو وحكومته هذا يعني الأمر المقدم هو عمل كل شيء من أجل أن لا تكون هذه الحكومة أيضا هذا الكلام كان صحيحا وهو الآن بعد انتخابات صحيح جدا جدا لهذا موضوع حصانة نتانياهو هي أيضا جزء من كل هذا التآكل السريع بالهامش الديمقراطي ومؤسسات دولة العميقة ولكن الموضوع له تداعيات أكثر من ذلك والفرار من الفات الجساء أي من أجل هذا الموضوع نتانياهو سيحرق الأخضر واليابس يعني بدكوا ضم بالضف مقابل حصاني نعمل نتانياهو سيفعل كل شيء من أجل الحفاظ على مقعده ولكن الموضوع ليس استهلاكيا فقط ليس مقعد فقط وإنما هذه هي الأيدولوجيا الأسية لبن يمين نتانياهو وهذا الواقع الشائب هذا الواقع ولكن لما نحكي سيد دي عودي عن الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا مرات لما نذكر إن كان في دول عربية أو غيرها نقول هناك فرق وفجو ما بين موقف الحكومة والسياسية والرأي العام هل من اطلاعكم من وجودكم في الشارع وأيضا من حديثكم مع الصوت العاقل في المجتمع الإسرائيلي فعلا نستطيع اليوم نقول أن هناك فجو ما بين اليمين المتطرف الجالس في الكنيسة والحكومة والمجتمع الإسرائيلي أم أننا في نفس الطيارة؟ لا عموما فيه إنزياح يميني في إسرائيل عموما وأيضا لأسباب ديمقرافية مثلا فيه نحو مليون مستوطئ طب يعني الوضعية تنشئ الوعي كما قال صديقنا ماركس يعني لما أنت وضعية أمنية فأنت نحو اليمين أكثر حتى عندما نتحدث عن المتدينين الحرديم يعني نبسكنه بمناطق استطانية قريبة على الحدود وأيضا بهذه الحالة مفهوم الأمن يزداد لديهم وتوجه الديني عموما هو أقرب لليمين من اليسار العلماني هكذا بكل محل بالعالم جمهور الروس الذي لديه موقف تاريخي بالنسبة لمفاهيم اليسار ولكن الذي احتضانه ليس فقط حكومة شرون أيضا شيرانسكي ومن ثم لبيرمان هو أيضا نحو اليمين بشكل واضع وأيضا الجمهور الشرقي الذي عانى تاريخيا من حزب العمل والسلاسة العنصرية الاستعلائية أيضا تجاه الشرقيين أيضا هناك وضع ديمقرافي منحاز نحو اليمين إذا اليمين ممكن يخسر هو فقط بعاملين اثنين واحد زيادة نسبة التصويت للمواطنين العرب واثنين شرعية المواطنين العرب المركز اليسار إسرائيلي ما زال بعيدا عن هذه القناعات فقط عندما يدرك ذلك سيكون أزيمة اليمين على فكرة من السبع وسبعين لليوم اليمين خسر بس مرتين قبال رابين وقبال براك بالحالتين بفضل المواطنين العرب يعني من السبع وسبعين لليوم في أغلبية يهودية لليمين ولكن فقط لما الجمهور العربية بيطلعوا بيصوت ويكون شرعي بالعمل السياسي فاليمين يسقط هذا هو مخزون الأصوات اللي بعده مش مستغل بشكل صحيح أيضا نتيجة لعنصرية وتواطؤ اليسار السياسي ولتحقيق هذول العاملين سيد عودي بدون شك القيادة لهذا دور كبير إن كان فيه العامل الأول أو العامل الثاني اللي ذكرته ونتأمل الخير فعلا في المشكلة القريمة لا بس أفكاد مقصرة ارتكبنا جريمة بتفكيق القائل المشتركة هذا أول تقصير نحن نتحمل مسؤوليته والأمر الثاني علينا أن نبني خطة سياسية تخدم أهدافنا ومش عمل عشوائي ومشاعر دون تحكيم العقل يجب أن نجد الموازن السليمي يعني بين كل هذه الأمم هذا الكلام السليم منكم نسمع مقولة بنهاية هذا اللقاء بخصوص ما فتحنا به لتسكير الدائرة بشكل صحيح مقولتك بالنسبة للعنف المستشرب بمجتمعنا العربي تفضل أستاذ أهلنا الكرام أولا صباح الخير ورمضان كريم وبعد قليل كل عام وأنتوا بألف خير مجتمعنا ليس عنيفا بجيناته بالعكس اللي بمارسوا القتل والجريمة مش أكثر من 2% من مجتمعنا 98% من مجتمعنا خارج هذه المعادلة هذولا 98% يعني أنتوا اللي عم تسمعوا هذا اللقاء وعم بتشاهدوه أنتوا لازم تطلعوا على الشوارح إحنا لازم نتفق مع بعض إنه إحنا بحاجة لمرحلة من التضحي من الخروج إلى الشوارع جميعا أن نصل إلى عشرات ألاف ومئة ألف ومئة وخمسين ألف ومئتين ألف أن نملأ الشوارع بالمظاهرات من أجل أن تقوم المؤسسة الحاكمة بواجبها فقط عندما نناضل لا يكفي الحوار لوحده الحوار بدون نضال لا يعول عليه نحن أعضاء الكنيست أن نتحدث دون وجود ظاهر جماهير كبير معنا سنكون أضعف مع الظاهر الجماهير الكبير سنكون أقوى خلال الأسابيع والأشهر القادمة ستكون نضالات في كل بلاد أنتم عماد هذه المظاهرات أنتم أساس هذه المظاهرات نريد منكم جميعا أن تشاركوا من أجل أن نلزم الحكومة أن تقوم بواجبها إذا أرادت الانتصار على عصابات الإجرام وعلى الخاوة وعلى السوق السعودة وعلى السريح غير المرخص هي تستطيع يجب أن نلزمها أن تقوم بذلك وأنتم الذين ستحققون هذا الانتصار على الجريمي وعلى المجرمين من أجل أن نعيش بمجتمع يليق بنا مجتمع حضاري مجتمع تقدمي مجتمع إنساني مجتمع متكافل نريد أن نعيش بهذا المجتمع الذي نستحقه النائب أيمن عودي جزيلا شكر لكم يعطيكم ألف عافية شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم صباح الخير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم